اشتركوا في القناة ان الرؤى الجميلة في قضية الاحلام والرؤى والملامات مش بنات العم بس ده اولاد العم الذكور والعم والعمة لا يعني سبحان الله العظيم اي حاجة خاصة بالعم والعمة حتى اولادهم رؤية محمودة بفضل الله تبارك تعالى النهاردة بنتكلم بنبدأ الكلام برؤية بنات العم هاده رؤية تدل على كثرة الاموال كثرة الارباح كثرة الابناء اما رؤية بنت العم مريضة يعني لما نشوفها في المنام بنقول كثرة ارباح واموال طب لما نشوفها مريضة اكيد الرؤية هتكون فيها مكروه هذه الرؤية تدل على بعض الازامات النفسية وبعض المشقة وبعض التعب والجهد اللي ممكن يقابل الرأي في حياتي رؤية بنات العم للمرأة المتزوجة رؤية جميلة جدا تبشرها بالحمل رؤية زوجة العم خلي بالك انا قلتلكو العم او العم او اولادهم حتى كمان زوجتهم رؤية زوجة العم للبنت العزباء زواج وحيانا تدل على تحقيق امنية غالية ان شاء الله رؤية بنت العم للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على اخبار صارة وتدل على الزواج اما بالنسبة لبنت العزباء لما تشوف بنت العم وهي مريضة بعض الهموم والاحزان ومع شديد الاسر رؤية بنت العم مبتسمة خير قادم ومنفعة قادمة الي في الطريق ان شاء الله تبارك وتعالي رؤية الشاب بالاعزب يتحدث مع ابنة عمه وهي تصد هذه الرؤية تدل على ان سبحان الله العظيم انه يريد ان تتخطى علاقته بها فوق علاقة القرابة ولكنها ترفض ايه مع الكلام ده ابن العم عفوا الشاب بيكلم بنت عمه وهي بتصده الولد ده اللي هو شايف الرؤية عاوز ان العلاقة تكون فوق علاقة القرابة يعني عاوز تجاوزها لكن هي هترفض هي هترفض بدلالة ان هي صدته في المنام رؤية الخصومة مع اولاد العم هذه رؤية تدل على حدوث مشاكل الزواج من احد ابناء العم هذه الرؤية تدل على ايام سعيدة في الفترة المقبلة ان شاء الله رؤية ابن العم هذه الرؤية تدل على ان هناك دعم قادم من احد افراد الاسرة ابناء العم مجتمعين في بيتي هذه الرؤية تدل على اما سماع خبر صار واما اجتماع لبعض المشاكل الموجودة عندك ويريدون حلها وقيل حدوث الكثير من السعادة في حياتك بصفة عامة تدلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته